بسم الله الرحمن الرحيم ازايك يا شباب عاملين يا تمنى اكونوا بخير يا رب النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن انك ازاي تحل اي مسألة لوشة اليه بطريقة بسيطة ان شاء الله اه وتفهمها وتحل بيها اي مسألة لان مسألة لوشة اليه اساسية في الامتحان. قبل ما نتكلم عن قاعدة لوشة اليه عايزك تعرف ازاي تفرق ما بين التفاعل الطارد وتفاعل الماص. ازاي تعرف التفاعل الدمج ده والطارد على التفاعل الماص. اول حاجة وهي لو جاب لك الدلتا اتش بالسالب قلنا السالب ده حاجة وحشة. فهيبقى التفاعل ده التفاعل طارد اللي هي كلمة وحشة. وقلنا بعد كده ان الدلتا اتش لو موجب فالتفاعل ده هيكون ماص اللي هي موجب حاجة حلوة وماص برضو حاجة حلوة. طيب احط الهيت او الحرارة في النواتج ولا في المتفاعلات. قال لك لو طارد لو الدلتا اتش بالسالب والتفاعل ده تعرفنا ان هو خلاص. التفاعل طارد الحرارة فهطرد الحرارة مع النواتج ازاي? انا لو معايا معادلة ايه زائد بي? نواتجها سي زائد دي. وقلت دية دية بالسالب زي ما هجيب لك في مسائل في الامتحان بالزبط. اقول لك بالسالب. اول خطوة هتعملها انك تحط الحرارة تطردها برا مع النواتج. طب لو قلت بالموجب مش بالسالب. هحط الهيت مع المتفاعلات. دي اول الخطوة في مرقلة لوشة تليه. ان هو لما يجيب لك او 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 تحطها اما مع النواتج برا مطروضة لو التفاعل طرد او او مع المتفاعلات لو التفاعل بالموجب. كلمنا الفيديو اللي هو بتاع الجزء الاول ان احنا ازاي عرفنا ان الطريق دوت او الاتجاه دوت هو اسمه الاتجاه الطردي. فالتفاعل لو ماشي كده اسمه التفاعل في الاتجاه الطردي او تفاعل طردي. وان التفاعل لو ماشي كده في الاتجاه دوت اللي هو اتجاه تكون المتفاعلات من تفاعل النواتج مع بعضها او الناس متجاه عكسي مساء اللوجة اللي هي عايز يعرف التفاعل دوت هينشط في الاتجاه الطردي ولا هينشط في الاتجاه العكسي لو غيرت التلات حاجات هم ايه التلات حاجات قالك لو غيرت حرارة التفاعل فالتفاعل همشي في الاتجاه الطردي او هينشط في الاتجاه الطردي ولا في الاتجاه العكسي لو غيرت الضغط سواء بالزيادة او النقصان هينشط في الاتجاه الطردي ولا في الاتجاه العكسي? لو غيرت تركيز اي عنصر من دول سواء غيرت تركيز الاي او البي او السي او الدي بالزيادة او بالنقص التفاعل دوت هينشط في الاتجاه الطردي ولا هينشط في الاتجاه العكسي? ده هو اللي عايزه مسائل لوشة اليه. تعالنا اخب مسائل ونشوف ايلا هيحصل. هتجيلك معادلة زي ديها في الامتحان في مسائل لوشة اليه. اول حاجة هندور عليها بالموجب ولا بالسالب. لقيت جايب لي الدل تقيتش بالسالب. معنى ايه الدل تقيتش بالسالب? اه ده السالب ده حاجة وحشة. يعني ده تفاعل الطارد. هنشوف نحط الهيت فين? اول خطف في مسائل لوشة اليه هتحط الهيت فين? برا في النواتج ولا جوا في المتفاعلات? ده بالسالب يبقى ده تفاعل طارد يبقى مطروضة برا مع النواتج. يبقى حط الهيت هنا. تمام? دي اول خطوة. احط الهيت كأنها عنصر من النواتج او عنصر من المتفاعلات. كأنها عنصر بالزبط. تمام? تمام. طيب هشوف بقى هو. ايه اللي هيحصل لما زود الحرارة? ايه اللي هيحصل لما زود لما قلل الحرارة? اللي هيحصل لما زود الضغط? اللي هيحصل لما زود تركيز مثلا من عنصر زي دوت او عنصر زي دوت او عنصر زي دوت. ايه اللي هيحصل لما زود تركيزهم او قلل تركيزهم. هناخد كم حاجات دلوقتي? ست حاجات. حرارة بالزيادة النقصان ضغط بالزيادة والنقصان تركيز اي مادة بالزيادة او النقصان. تعال نمسك اول حاجة الحرارة. هنشوف اللي يحصل في رفع الحرارة. او ما يقول لي رفع الحرارة هاجي جنب الهيت وهي عمل ساهم لفوق. اللي هو يعني ساهم لفوق ان الحرارة ترفعت او الحرارة زادت. افهم بقى طريقة حل المسألة. اول ما الهيت زادت عاملة زي المرجيحة اللي هي عاملة كده بص. اللي هو لو زودت ديت فديت رح قاله كده راح الناحياة دي صح لا اه. فانا بتزبط بالزبط زودت الهيت رحت اتCاف فديت عاملة كده. فالكافة ديت انزل تحت فهيفضي هنا. هيمشي في الاتجاه دوت احفاظها كده ويفهمها كده. او مزود الهيت. الكافة دي كلها كافة النواتق دي كلها هتعلى فوق ودي هتنزل. فاكني فضت هنا او التفاعل مش هنا. يعني د pimزلت فاكني هيفضي هنا او التفاعل هيمشي في الاتجاه دوت. الاتجاه دي اسم الاتجاه العكسي. يبقى اول حالة في حالة رفع الحرارة التفاعل يسير او التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي. تمام? تمام. طب لما التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي. ايه اللي هيحصل? مش هو مش كده. يبقى دوت تركيزه هيزيد. ودوت تركيزه هيزيد. ما هو ماشي كده. هيعبي هنا. او هيفضي هنا زي ما احنا نسألين. فده تركيزه هيزيد وده تركيزه هيزيد. ودوت مدلة هيفضي يبقى ده تركيزه هيقل. ما فهمت اشتعرف فهمها المسألة الجاي او فهمها في الحتة التالية. بس خلي بالك من حتة مرجحة ديت. مهمة جدا 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 انا ساعدة كنت بتحلي المسألة. طيب لو انا هخفض الحرارة مش هزودها. مش هعمل سهم الفوق هعمل سهم التحت. دي نازلة كده. برضو نفس المرجحة بالزبط. دي نازلة. يبقى كفت النواة الجديد كلها نازلة. يبقى دي ايه اللي طلع. يبقى ده هيفضل هناك. يبقى ده هيمشي كده هيروح يفضل هناك. يبقى هيمشي في الاتجاه الطردي. يبقى التفاعل يعني انشط في الاتجاه الطردي. فهمت انته espera ازاي? بحط سهم من ام الفوق لا ام التحت. لو رفع الحرارة هحط جنب الهيت سهم الفوق دي تعلق. تفضي هنا يمشي في الاتجاه دوت. تبقى خفض الحرارة. هاجي جنب الهيت هعمل سهم التحت. دي هاتنزل تحت. دي هاتعلى فوق فاطفضي هنا يروح في الاتجاه التاردي ينشط في الاتجاه التردي. تمام? تمام. تب تعالين عمسك التركيز لانه شبه الحرارة بالزبط. هيرفع تركيز مثلا الان تو. برضو هعمل نفس الحركة. هعمل بالزبط نفس الحركة. مش هو رفع تركيز الان تو. هاجي جنب الان تو واعمل سهم الفوق برضو. اه سهم الفوق. يبادي الكفة دي كلها علية لفوق. برضو نفس المرجح هتفضي هناك فيمشي في الاتجاه الايه? الطرد. تمام? تمام. طب هيخفض التركيز الان تو. برضو نفس الطريقة. هاجي جنب الان تو. هعمل سهم لتحت عشان خفض. برضو نفس حكاية المرجحة ديها تنزل لتحت. ديها تعلق الفوق فيفضي هنا فيمشي في الاتجاه العكسي. فالتفاعه اللي انشط في الاتجاه العكسي. ولو مشي في الاتجاه الترضي فاللي هو رايح له هيزيد. واللي هو ماشي منه هيقل. انت فاهم? هنتوضح في المثال الجاي. يعني كده فيهمة الحرارة وفيهمة التركيز. بعمل ايه? بعمل مرجحة. باجي جنب الحاجة اللي هيزودها او هينقصها سواء كعنصر او او كهيت. بعمل سهم الفوق. فالكفة كلها تعلق فيمشي في الناحية اللي بتقل عشان يروح يعبيها او يروح يفضي فيها. تمام تمام. بالنسبة للتركيز وبالنسبة الحرارة. طيب الضغط حكايته ايه? اول ما تلاقي في المسألة. كان بتلاقي المعادلة بشكل نظيف. اول ما تلاقي في المسألة جاب سيرة ان هو هيغير الضغط سواء بالرافع او بالخفض. بتقيس حجم كل كفة. من كفة النواتج وكفة المتفاعلات. يعني الحجم. بتجمع الارقام اللي هي قبل كل ايه عنصر. مسلا دي تلاتة. اللي هو قبل الاتش تو تلاتة هو قبل الان واحد موجود واحد. يبقى واحد وتلاتة كام اربعة. يبقى الكفة دي كلها كده حجمها اربعة. طيب الكفة ديت فيها هو عنصر واحد. قبليه كام قبليه اتنين. يبقى الكفة دي كلها حجمها اتنين. يبقى ديت اربعة وديت اتنين. طيب عايز عارف حاجتين. هو فين الاتجاه اللي بيقلي فيه الحجم? اكيد من اربعة لاتنين الحجم بيقلي. يبقى الاتجاه الانهي يبقى الاتجاه الطردي. طب فين الاتجاه الحجم فيه بيزيد? اكيد من الاتنين لاربعة. الاتجاه العكسي. طب بتاع ناخر مسير كمان توضح فيه الفكر. مسلا معادلة زي ديت. برضو هنقيس الحجم بتاع كل كفة. بنوضح يعني ازاي بنقيس الحجم بتاع كل كفة. فين الرقم اللي لابد العنصر دوت اه ده الرقم ده اتنين يبقى حجم ده كله الكفة دي كلها كده حجمها اتنين. طب الكفة ديت حجمها ايه? قالك اتنين هنا وواحد هنا يبقى كفة دي كلها حجمها تلاتة. فين الاتجاه اللي بقيه اللي فيه الحجم? اكيد من تلاتة الاتنين اللي هو ده اتجاه العكس. طب فين الاتجاه اللي يزيد فيه الحجم من اتنين لتلاتة يبقى الاتجاه الطرد هنالتفاد من ايه ده كله هنالتفاد من ده كله ان رفع الضغط يؤدي الى ان التفاعل يسير في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم يبقى رفع يقل طب خفض الضغط اكيد يزيد فيه الحجم احفظها بقى رفع الضغط يؤدي الى ان التفاعل يسير في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم طب هنا مثلا في المسال دوت لو رفعت الضغط يسير في الاتجاه الذي يقل فيه الحجم. تمام? تمام. انا الوقت واحدة واحدة. رفع الضغط يؤدي الى ان ايه? التفاعل يسير في الاتجاه الذي يقل لي فيه الحجم. طب خفض الضغط يؤدي الى ان التفاعل يسير في الاتجاه الذي يزيد فيه الحجم. تعال نطبق في المثالين دول. في المعادلة دية لو مسكت رفعت الضغط. ايه دي يسير في الاتجاه الذي يقل لي فيه الحجم. انا لسه اقيل انه الاتجاه اللي بيقل لي فيه الحجم. اكيد من الربعة اتنين. يقولي الاتجاة الايه? الترضي. طيب هنا لو خفطت الضغط. العكس بقا يزيد يسير في الاتفاع و اه يسير في الاتجاة الال leggings يزيد فيه الحجم. خفطت الضغط يسير في الاتجاة الذي يزيد فيه الحجم. هيزيد حجم منين? من اتنين لاربع. يقول الاتجاة الايه؟ العكسي. طيبه في معادلة تتفهمها اكتر.邊 هانا عندي حاجتين. هناخد لقاس مثال لمية الثلاثة حاجات. اللي يا يقلي في الحجم او عكسها. لو لو رفعت الضغط هيقل الحجم. لو قللت الضغط يزيد الحجم. طب لو رفعت الضغط هنا يسير في الاتجاه الذي يقلي في الحجم. فين الاتجاه الذي يقلي في الحجم? من تلاتة الاتنين اللي هو الاتجاه العكس. طب هنا لو قللت الضغط يسير في الاتجاه الذي يزيد فيه الحجم. يعني من اتنين لتلاتة اللي هو الاتجاه الترتي. تعال اخوا بمثال لامم كل حاجة. ده بالزبط نفس مسألة نفس المسألة اللي هجي لك في الامتحان. ده بالزبط نفس الشكل المسألة اللي هجي لك في الامتحان. قلنا اول خطوة بنعملها نروح نشوف الدلت ايه ده موجب حاجة حلوة يبقى ماص حاجة حلوة. السلب حاجة وحشة مع الطارد حاجة وحشة. ده موجب يبقى ماص. ماص بنحطه فين? ما بنطردوش مع النواتج لا ده احنا بنحطه مع المتفاعلات. يبقى نحط هنا الهيت. تمام? تمام. قال لك رفعت الحرارة هجي جنب الهيت الحرارة وارفع او مرجحها دي زرادة دي قالت فاتفضي هناك فتمشي في الاتجاه الطارد. تمام? يبقى هووت في الاتجاه الطارد. معنى ايه ان هو ماشي في الاتجاه الطارد. ان هو اللي رايح له هيزيد. يبقى ده ب stomach. ده ب STEP해 ويزيد وتركيز ده هذا يزيد. واللي ماشي منه هيقل. اللي ماشي منه هيقل. تمام? طب نقص الضغط قلنا نقص الضغط بنعكس. لو رفع الضغط يسير في الاتجاه اللي ازليقين لي فيه الحجم? ونقص الضغط هسير في التجاهة لازل يدي فيه الحجم? قلنا اول ما نشوف كلمة الضغط بنحسب الحجم. ده نص اللي قبل لأو. وده واحد. بدا كل واحد ونص. ده كام? ده واحد بس. بدا واحد. نقص الضغط هسير في الاتجاه لازل يديد في الحجم. هزيت الحجم منين? من واحد لواحد ونص اه يبقى يمشي في الاتجاه الايه? برضو الطارضي. تمام? تمام. طيب زيادة تركيز برضو هاجي جنب الاس اس ري وهعمل ساهم طالع لفوق ونفس المرجحة دي هتزيد هتقل لكده في الاتجاه دوت اللي هو الاتجاه برضو الطارد في باب يلغبط عليك مع الحرارة والضغط والتركيز تلاقيه كده حاطيت لك العامل حفاز يباش هو العامل حفاز هيا اثر في الاتزان لأ يبال عامل الحفاز لا يؤثر فين في الاتزان يبقى اول ما يجيب لك السؤال ده مضمون كده او ما يجيب لك في مسائل لوشة ايه ما تأسير يضافت عامل حفاز اجابته معروفة لا يؤثر على الاتزان فاضل بس ملحوظة بسيطة والفيديو يخلص انت قلتلي اول ما تشوف الضغط في مسائل لوشة اليه تحسب حجم الكفتين عشان تعرف هيصير فين تمام تمام طب ايه هحسب هنا حجم الكفتين هلاقي ان هنا نص ونص حجم الكفة دي واحد هاجي هنا هلاقي ان هنا في واحد بحجم الكفة ديت برضو واحد فدي واحد وديت واحد اه فلما بقى يقلل هنا الضغط او يزود الضغط فولا هيمشي كده ولا هيمشي كده فلا يؤثر على الاتزان زي وزي العامل حفاز بالزبط تمام تمام ده بالنسبة لانك ازاي تحل قواعد ديشة اليه بشكل بسيط جدا 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 لو الفيديو عجبك حطيلي لايك واشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان يجيلك كل الجديد انتظر ان شاء الله جزء تاني من باب الاتزان وبعدها ان شاء الله جزء العطوية والباب اللي هو بتاع الكهرباء وبرضو معداد الحديد هننجزها ان شاء الله